لين يتعلم عن كيف نفعل كيستوميزيشن الأدمن بانل واحد دلوقتي هيقول لي طف تمام دي الأدمن بانل الجميلة اللى جانجو عطه لنا ولكن هل ينفى أغير اللون دا اللون دا أنا مش حبه هقولك آي ينفع هتقول لي هل ينفى أغير الاسم دا هقولك برضو آي ينفع وبص تقدر تغير كل حاجة وتعمل كيستوميزيشن كاملة للأدمن بانل وده اللى هنتعلمه إن شاء الله هنتعلم دلوقتي ازاين نحن نغير الاسم دا عشان تغير الاسم ده هتدخل عندك في المشروع بتاعك وعلى اي تطبيق انت عملته سواء تطبيق Budgets او تطبيق Product او اي تطبيق تاني انت عملته هنشتغل على تطبيق Product هندخل عليه ثم صفحة admin.by وهتجي لي هنا وهتكتب كلمة admin.site فاكرين لما كنا بنعمل الريجستر للبرودكت دي كنا بنكتب لها admin.site.register المرة دي انا مش عاوز اعمل الريجستر لأي حاجة. امال انا عاوز اعمل ايه? انا عاوز اغير الهيدر دي. خلاص. يبقى هكتب له ايه? هكتب له site underscore header. انا عاوز اغير الهيدر بتاع السايت ده. تمام? خلاص. يبقى بكتب site underscore header. هتغيره بايه? يبقى تكتب يساوي وتكتب الاسم اللي انت عاوزه. ولكن مسلا انا عاوز اخلي اسمه نوفل على اسم الموقع بتاعي. فهعمل الريلود طبعا السيرفر واقف. تعال كده هنشغله تاني. كنترول سي. وهنشغل السيرفر. فهيشتغل معنا. هعمل الريلود. فقال لي نوفل. طيب. لما بقف بالماوس هنا فبيزهر لي كلمة site administration. جانجو site admin. لا انا عاوز يقول لي site administration novel. اعملها ازاي? بنفس الطريقة. هنيجي هنا. وننزل تحت. ونقول له admin dot site dot site underscore title. وهقول له novel. يا شباب الناس اللي حضرت معي كورسل html عارفين ان التاب ده بغيره من حاجة اسمها title في html. هي هي برضو اسمها هنا site underscore title. طيب تعال كده لما نعمل الاول نشغل السيرفر. كنترول سي. ورون سيرفر نشغل السيرفر. ونعمل هنا ريلود. فقال لي site administration novel. حلو قوي الكلام ده ان شاء الله الحلقة الجاية هنعمل سيم مختلف عن السيم ده. واشوفكو ان شاء الله في الحلقة الجاية. وسلام عليكم.